مزدد إيكم تحية صباحية مشاهدينا بفقرتنا الحوارية الأولى لليوم تحدث فيها عن أهمية الزراعات المنزلية الصغيرة وأهمية هذه الزراعات على حياة الأسرة الريفية وباعتبار أيضا هو رافد للاقتصاد الوطني طبعا وكتير مهم فعلا أنه ندعم هكذا زراعات طبعا من هذا المنطلق قامت شعبة القرداحة لحزب البعث العربي الاشتراكي تحت رعاية فرع الحزب العربي الاشتراكي اللاذقية معرضا لمنتجات الزراعات المنزلية في منطقة القرداحة لحتى تعرف تفاصيل أكثر عن هذا المعرض وأهميته بالنسبة مثل ما ذكرنا للاقتصاد الوطني أو حتى للمزارعين والأسر الريفية بصرنا أن نستضيف معنا باستوديو الأستاذ سميع عدرة مدير معرض المنتجات الزراعية في منطقة القرداحة لك سعى صباحك أستاذ سميع وأهلا وسهلا فيك أيضا معنا باستوديو الأستاذ خضر سقور مشارك بالمعرض لك سعى صباحك أهلا وسهلا فيك بالبداية طبعا أستاذ سميع خلينا نحكي عن أهمية طبعا هذا المعرض طبعا هو كونه أول مرة يعني عم بيصير بمنطقة القرداحة في الريف اللاذقية أو بالريف السوري بشكل عام للمنتجات الزراعية الطبيعية خلينا نتعرف عن أهمية هذا المعرض نعم أول شي صباح الخير إسعد صباح لكل الأهل في هذه المحافظة وفي هذا الوطن بشكل عام الرحمة لأرواح الشهداء وإن شاء الله الانتصار لهذا الوطن وأنا دائما أقدم رسالة شكر للإعلام الوطني لأنه الحقيقة كان له دور عظيم في مقارعة الهجم الإرهابية على سوريا قرأته أنتوا أهم وأعظم شركات الإعلام بالعالم كله وأنا نحن نقول بإمكانياتنا المتواضعة انتصرتوا كما انتصرتوا أنتوا انتصر باقي مفاصل الحياة ومن بيننا نحن نسعى أن نكون منتصرين في موضوع الزراعة طبعا في موضوع الزراعات المنزليين أنا أولا أعمل أمين شعبة حزب في القرداحة ولدي رفاق في المنطقات تشاورنا على أساس أنه نعمل تنافس زراعي منزلي يعني بمستويات محدودة وفق الإمكانيات المتوفرة من الحيازات الزراعية الأرض يعني فاتفقنا من بداية شهر آزارك مع بعض على أنه نعمل ونرعى هذا الموضوع ونشرع على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا إحنا شايفين طبعا بعض نقاش أنه أول شيء توجهات سيد الوطن نحول موضوع الزراع على سيما الزراع المنزلي الحيازات الصغيرة ترفض الاقتصاد الوطني وتساعد على الحد من الغلاء الأسعار فاشتغلنا على هذا الموضوع ومكما شفت أنت بعدين إجت عقوبة قانون قيصر إلى آخره فكانت محفز الحقيقة لألنا أنه نشتغل بهذا المجال وواكبنا هذا الموضوع منذ أن كانت شتول النباتات يعني في شهر آزار كانت شتول ورعينا هذا الموضوع بالتعاون مع رفاقي طبعا بجغرافيا القرداحة كلها زرعنا طبعا هي إجراءات موسمية وصيفية اللي هي خضار طبعا تاني التأكيدة من هو عضب المعارض فاشولي بندورة خيارة وسائلة آخرهي طبعا وكله هذا تعود بتأمين الأمن الغذائي للأسرة واقع بيتأمن الأمن الغذائي للأسرة يعني نحن ما نقول أنه يتحسن دخل الفرد بشكل عام بالتالي نحن نكون حربنا الغلاء الفاحش يعني إذا وفرنا المادة نحن في السوق بالتأكيد نحن ما نكون مساهمين إلى حد كبير في هذا الموضوع فاتجهنا بهذا الاتجاه واشتغلنا وطبعا صرنا يوميا نعرض على وسائل التواصل الاجتماعي أفضل الزراعات هي نوع من التنافس الإيجابي بين رفقاتنا يعني اشتغلوا معنا على هذا الموضوع طبعا كانوا كسر يعني هن لدرجة أنه صار فيه منتسبين من خارج المتفق عليه يعني فاشتغلنا وفي ناس اشتغلت بطرق الحديثي طبعا إحنا بعدنا موضوع الأسمد العضوية بالمطلق يعني العفوان الكيميائي بالمطلق اعتمدنا على الأسمد العضوية لكون للأسمد الكيميائي أولا غالية السمان وتانية المضرة يعني بشكل عام بالصحة فاشتغلنا على هذا الموضوع أنه خلية تكون زراجاتنا هي معتمدة على الأسمد الطبيعي زراجات عضوية طبيعية متل ما تذكر حضرتك شفنا أنه نجح الموضوع كتير طبعاً لنا استمر من الشهر الثالث حتى صارت الخضار كله أو الزراعات اللي اشتغلنا عليها صارت في مرحلة الإنتاج صار في عنا كوسة خيار بندورة إلى آخر هي من الخضار وطبعاً صار في عنا كميات يعني حوق المنقول أنه زراعنا عشرة متر مربع فاصولية فيها عشر شتلات مثلاً عشر شتلات تكفي لمنزله بتأمله طعام يعني إذا طبخنا بالأسبوع مرة واحدة فاصولية بتكفينا وبتزيد يعني يعني إجا هيدا المعرض بوقتهم مثل ما منقول للسلسانية نعم طبعاً ما أحكي بالمسببات نعم المسببات كانت مثل ما ذكرت من الشهر الثالث أنتوا بدأتوا طبعاً هذه المشاريع الزراعية الصغيرة واليوم نحن فعلاً بحاجة لإلى مثل ما ذكرنا الاكتفاء الزاتي ورفض الاقتصاد الوطني وخصوصاً يعني بعد ما أكد سيادة الرئيس بشار الأسر بخطابه الأخير على دعم الزراعات وهيدا الشيء من هيدا المطلق نحن عم نشوف يعني أهمية هيدا المعارض أكيد نرجع تفاصيل المعرض من خلال كالمشاركين وأيضاً ما عرضها بالمعرض لكن بعد ما أعرف رأيي الأستاذ خضر بمشاركته بهيدا المعرض وأدي فعلاً حقق لك فائدة مرجوة خلينا نقول من حيث عرض منتجاتك الزراعية وأيضاً بالنسبة للإنتاج مثل ما عم تذكر صرته بطور الإنتاج يعني أكيد هذا الشيء بحقق لك أيضاً اكتفاء ذاتي تفضل تماماً صباح الخير أولاً طبعاً من خلال الزراعة المنزلية اللي قمنا فيها انطلاقاً من المبادرة الرفيق أمين الشعبي حققنا الأمن الغزائي بالبيت صفينا خلال الصيف كله ما نشتري خضراء شافي كيف فهذا عطانا نوع من توفير النقد لشراء أشياء أخرى وكانت عملية تشجيعي للآخرين فكانت تجربة ناجحة بكل المقائيس تمام يعني هذا المعرض خلينا نقول من ناحية عرض منتجاتك أو ناحية تسويقية حقق لك نوعاً ما يعني ربما عرض لمنتجاتك اكتفاء ذاتي اكتفاء اقتصادي أكثر ليس فقط الاكتفاء الذاتي ممكن كمان تسويق منتجاتك هذا الشيء ممكن يتحققه من خلال هيك معارض بزراعات لاحقة ممكن يتحقق نعم نعرض الفائد مثلاً أو نبادل مع سلعات أخرى نعم نعم أستاذ سمعي خلينا نحكي أكثر عن أجواء المعرض كيف كانت عدد المشاركين المنتجات الزراعية المعروضة يعني أكيد بدت تكون هي متنوعة من حيث الخضار والفواكي كان بشتى الأنواع مثل ما نحن أكيد زرنا المعرض وتعرفنا أكثر على منتجاته رح نتابع تقرير طبعاً ما حضرتكم والمشاهدين ومنرجع نتعرف أكثر على أجواء المعرض والمشاركين متابع سوى هذا تقرير لزمينة رأفتك حالي أنواع خضروات وفواكهة متنوعة تتواجد هنا في معرض للمنتجات الزراعية في القرداحة بمحافظة اللاذقية يهدف هذا المعرض إلى تسليط الضوء على الزراعات العضوية والقيمة المضافة التي توفرها للمجتمع مبادرة جيدة جداً نحن كوزارة زراعة ندعم مثل هذه المبادرات بدأنا بموضوع الزراعات الأسرية لكن هذه المبادرة على زراعات المنزلية لها نتائج جيدة تكفي تحقق الاكتفاء الزاتي لإخوة المزارعين إضافة إلى تحقيق بعض الفائض لرساعة لإخوة المزارعين على قطاع حاجاتهم تعرض المنتجات الزراعية بمختلف أصنافها لانتقاء الأفضل والتعريف بمناطق زراعتها الهدف من الزراع الأسري هو تحقيق الاكتفاء الزاتي للأسر الريفي إضافة لدخول إلى موضوع التصنيع الغذائي للمنتجات الريفية من الحديقة المنزلية أما بعرض بعض منتجات زراعة الأسري بمنطقة القرراحل بتساهم بتحقيق الاكتفاء الزاتي وبتكون بتساعدهم بتحسين دخل إضافة وإصالة للمستهلك حبيت شارك بهالمعرض لأني أنا مستفيدة من القروض الممنوحة للزراعة المنزلية وطبعا زراعة اللي عم نشتغلها كلاياتها من بيئة نظيفة مي نظيفة فينا نسميها زراعة عضوية بحتي هي المرة الأولى التي يقام معرض متخصص بالمنتجات الزراعية المحلية في خطوة للتوسع في مثل هذه المعارض والتشجيع على الزراعة العضوية تابعنا مع حضراتكم هذا التقرير وشفنا أجواء المعرض هي فعلا مشجعة للمشاركين وأيضا مشجعة للمواطنين خلينا نتعرف أكتر من حضرتك كيف كانت ردود الإقبال كان فيه إقبال أكثر على هيك معارض خصوصي المجديد هي خطوة أولا نحن ما تبرى خطوة جريئة بنفس الوقت كانت محدودة بإمكانياتنا المحدودة لأول مرة نشتغل في هذا الموضوع إنما نحن شفنا أنه هي نوع من التحفيز تحفيز الأهل على استثمار أراضيهم لو كانت بحيازات بسيطة جدا عشر متار عشرين متر سطح بيت برندة إلى آخر فكانت الفكرة هي تحفيزية للمجتمع وبنفس الوقت تعود بالفائد إلى ألنا فاشتغلنا نحن طبعا بتمنى أن نوه على شغلتين يعني أساسيات اللي هي الحفرة البيئية أن نحن شجعنا عنها كتير رقم واحد ورقم اثنين الزراعة الحفرة البيئية طبعا تنضمن هي عبارة عن حفرة بجانب الأرض اللي نحن منزرعها كل نفايات المنزل أو نفايات الخضار أو أوراق الخضار أو الكرتون كل شيء مع هذا البلاستيك والهين منحطه بهالجورة البيئية أولا منكون ريحنا البلديات من القمامي يعني منكون حافظنا على بيئتنا مظيفة طبعا إلى مواصفات فنية واتفقنا نحن وفقاتنا على تأمين هذا الموضوع نعم فلذلك كانت هي عملية مرافقة للزراعة اشتغلنا مثل ما قلنا وصلنا لمرحلة المعرض طبعا نحن ما كان بزهننا أن نعمل معرض بهذه الطريقة وقت اللي شفنا في إنتاج زراعي متميز بنوعيته بكميته فلذلك نحن اتفقنا أنه نعمل وبتشجيع من الأهل يعني المجتمع المحلي حاولنا أنه نعمل هذا المعرض بإمكانياتنا المتواضعة بالاستفادة طبعا أو بالاعتماد على رفاقنا بالموديدية الزراعة قسم الزراعة في منطقة القرداحة وكمان موديدية الزراعة في محافظة لازيقية ودعم رفاقنا في فرع الحزب بالمحافظة فكثير كانوا مشجعين لإقامة هيك معرض فعملنا هذا المعرض بإمكانيات محدودة يعني من منتجاتنا المحلية المحلية الموجودة عدد اللي كانوا مشاركين بالمعرض اللي نحن طبعا 21 واحد 21 مزارع ساهموا معنا من بداية الحملة اللي اشتغلنا فيها حتى حتى المعرض طبعا في ناس كتير عرضوا منتجاتهم الزراعية أكثر من 21 نحن لم يكنوا متابعين معنا نحن كان لنا غاية المتابع معنا ولا سيما أنه كنا نستفيد على صفحات التواصل الاجتماعي بعرض منتجاتهم تمام فكنا نعتبروا أنه مساهم بهذه الفكرة تمام فلذلك نحن عرضنا فقط لل21 مشارع مشارع وفي البعض أما عرض بعض المنتجات طبعا نحن لنا غاية مثل ما قلنا رقم واحدة تحفيزية تحقيق الأمن الغذائي للأسرات تمام تحسين وضعنا المالي إلى أحد ما بالأخير طبعا نحن الفكرة كانت هي أنه بالمستقبل القريب من العوام القادمة تكون زراعاتنا أفضل وكمية أفضل وبالتالي نحن نسوقها في سوق القرداحة الشعبي نعم أو نحن نعتمد على محل خضار وفواكه خاص فينا نحن نعمل فيه عملية التباتل التجاري يعني أنا عندي سلة بندورة ما أنا بحشتها أحسن ما كبه أو تنتزع يعني فأنا بغضل سلة البندورة على هالمحل أو على السوق اللي ببدلها بمادي أنا أحتاجها بكون أعمل التباتل التجاري وهي كانوا أبائنا يعني متعلمين على هذا الموضوع يعني فهي ثقافة الأباء يعني صح الحياة الطويلة يعني تقريبا مترجعوا للثقافة الزراعية القديمة نعم نشوفها بطرق حديثة أو بالبيض أو إلى آخره من المتجار الزراعية فكان يعني الفكرة طبعا نالت إعجاب الجمهور كله كان المجتمع يعني بشكل عام المشاركين كل من حضر المهرجان حتى في متبرعين يعني حبوا أن يشتروا كل المنتجات المعرض يعني بتعرف المعرض هي إلى ناحيتين ناحية تسويقية صحيح أو ناحية ودعائية والتشجيعية أيضا من نسبة للزراع فنحن الموضوع أنه شراء المحصول يعني كانت هي مواد يعني صغيرة يعني فنحن تشكرنا طبعا كل من ساهم أو حاول أنه يساعدنا في أنه يدفع تكاليف تشكرناهم كلهم يعني نعم ونحن استفدنا من هذه المواد لألنا صحيح في المستقبل قطعا ما تتصير قضية تجارية صحيح أكي بدت تكون هي فائدة على الجميع من ناحية الاقتصادية أو حتى من ناحية الفردية بالنسبة للأسر نحكي أيضا أكثر عن مشاركتك أستاذ خضر بهذا المعرض شو هي المنتجات اللي أنت شاركت فيها نحن شاركنا بعدة زراعات منزلي الخيار البنادورا الفليفلي الباتنجان الكوسا هاي أهم الزراعات اللي قدمناها كيف كان الإقبال يعني كان بالنسبة لمواطنين يعني لاحظت في إقبال على هيك تعمل الخضروات كان إقبال رائع يعني تعرفي هاي مواد رئيسي يومي يعني بالكل فكان مثل ما نحن كمان شفنا خضر بالتقرير يعني عم تقول هون سيد بأنه يعني هي استفادت من القروض الممنوحة أكيد يبنا نحكي عن أستاذ سميع لكن بعد ما أعرف الدعم اللي أنت حصلت عليه طبعا هيك بشاريع زراعية يعني كيف كان الدعم كيف قدرت فعلا توصل له هيك مشاركات وتقدم منتجاتك بالنسبة لي أنا اي بالنسبة لك نحن كما نقل لك تم من حوالي ثلاثة شهور طرح مبادرة يعني أنت استفادت من قروض معينة أو منح معينة نحن عم استواءنا نحن هدفنا نحن نشجع الآخر بالدرجة الأولى يعني عرفتي كيف فحوالي ثلاثة شهور باجتماع قيادة شعبي طرح الرفيق أمين الشعبي هالفكرة هذه أنه تحت عنوان إزرع أرضك وإحمل بيئة وكان الهدف منه تجيعي بالدرجة الأولى لنحس الآخرين على الزراعة ونشجع على الزراعة واستجبت لهذه المبادرة وشاركت معهم نحن ورفاقنا بقيادة الشعبي ومناء فرق قيادات فرق بالدرجة الأولى وبعدين عدد آخر من المزارعين المواطنين يعني وحققت الهدف يعني واستفدتم من بعضكم أنتم كمشاركين بتبادل الخبرات نحن بيحكيون الأستاذ أنه ممكن تكون ثقافات زراعية معينة منذ القدم يعني ممكن في ناس بتعرف شيء ناس لا يعني حسب كل حدا ومعلوماته الزراعية أو ثقافته الزراعية صحيح نحن أسبوعيا كنا نجتمع وكل رفيق شو عنده أفكار شو عنده أمور شو عنده استفسارات يتم طرحها نستفيد من خبر البعض تمام لأنه لدينا بعض الرفاق مختصين بهالمجال هذا تمام فمتستفادوا من الخبرات بعض أكيد بيصير تبادل هذه الخبرات يعني أستاذ سميع يعني نحن كتير مهم فعلا دعم هيك زراعات ودعم هيك مشاريع فكيف عم يكون الدعم طبعا اللي أنتو أحضيتوا عليه بهذا المعرض سواء أو حتى بمشاريعكم سواء من لما بلجتم من الشهر الثالث لهلأ كيف كان الدعم من قبل مدير الزراعة أو غير من الجهات المعنية طبعا مشكورين رفاقنا في العاملين في مجال الزراعة هني يقدموا كل الدعم إن كان شبكات ريب التنقيط إن كان خزانات مياه خاصة بموضوع شبكات التنقيط شطول زراعية أسميد كيميائية نحن طبعا مشكورين من بداية العمل برعوا أن يقدموا كل هذا الموضوع فنحن طبعا تلمل هي الغاي أنه نحن نستفيد من إمكانياتنا الزاتية نحن شفنا أنه نعطي هدول المواد يعني اللي هي شبكات التنقيط أحواض مياه إلى آخره والشطول الزراعي نعطي للفلاحين اللي عم بيشتغلوا تجاريا على هذا الموضوع نحن بالنسبة لأنه نحن بدنا نثبت للناس أنه نحن قادرين بإمكانياتنا الزاتية يعني لو بدي سقي أنا شتلة البندورة بالقنيني بدأ أقسم المي بينه وبين الشتلة اللي أنا زراعتها بدنا نشتغل بهذا على هذا الموضوع فنحن حاولنا قدر المكان اللي قدمته مديرية الزراعة وطبعا مشكورة ما يقدمه كثير يعني لأهلنا والفلاحين بس نحن ما أنا متخصصين يعني الحقيقة بالزراعة ما عنا حيازات كبيرة هي التشجيع لللي عنده الحيازات بسيطة لحتى نأمن غزائنا اليوم يعني الدعم اللي عم بيتقدمهم يتقدم شي كثير يعني من شبكات ري أحواض المياه شتول زراعية أسمدي زراعية قروض مالية لكل المساهمين وحتى وصل المرحلة تشجيع زراعة النباتات الطبية والعطرية المنتشرة على مساحة الساحل السوري بشكل عام ونحن منطقة منطقة غنية جدا بالنباتات الطبية والعطرية اللي عم تتلقوا الدعم المطلوب لتشجيع هيك طبعا مشاريع زراعية وأيضا إنجاح هذه المعارض لحتفالها هي تكون رافد مثل ما ذكرنا الاقتصاد الوطني وأيضا اكتفاء الأسري أستاذ خضر باعتبار أنه هذا المعرض هو مخصص فقط للزراعات العضوية يعني البحثة يعني ما فيه أبدا أي زراعة كيميائية خلينا نقول أو منتجات كيميائية شو هي شروط زراعة العضوية يعني هل إلى شروط محددة ممكن تصعب على أي مزارع زراعتها ولا لا هي سهلة شروطها سهلة موادها سهلة تعتمد مثلا على روث الحيوانات بقايا نباتات أوراق أشجار أهم شيء فيها أنه ما يستخدم فيها واحد الأسمد الكيموي فتحقيقها بسيط يعني قادر أي حدا مزارع خلينا نقول هو يشكل أسمد عضوية طبيعية طبعا من خلال الحفرة اللي ذكرناها من خلال الحفرة من خلال جمع أوراق الأشجار خاصة عننا نحن بتعرفي غابات من الأرز يعني فبقايا الأشجار هذي كلها بنستفاد بنا بالزراعة العضوية تماما أنت عملت جربت هكت تجربة؟ تماما من أوراق نجحت نجحت طبعا تماما ممكن أنه شيء مثلا ممكن حدا مشارك آخر ما يعرف ربما ببعض التفاصيل بتساعده على هيدا الشيء كمان ممكن هو يساعدك بمعلومات معينة ممكن تكون غايبة عن ذهنك أو ممكن ما تكون تعرفها تماما كنا نسأل نحن لنتأكد كيف الطريقة مثل الحفرة اللي وجه عليها الرفيقة من الشعب فسأنا نحن شو المواد اللي بتنحط فيها شو المواد اللي ما بتنحط شو سماكة الطراب اللي بدنا نغطيها فيها بعد كل عملية توضع يمكن كل المواد والبقايا إلا ممكن المعدنية أو البلاستيكية ربما في البعض نبهنا أنه مثلا أعظام الدجاج مثلا ما بيصير بقايا اللحوم بالإضافة أنه بحاجة مثل مبدأ التهوية يعني فمتل مبدأ قصبي أو شيء بيحس أنه كمان يتأمل له تهوية للحفرة كمان تمام لشروط نجاح تمام بكلمة أخيرة أستاذ خضر يعني شو حقق لك هيدا المعرض حاليا يعني حقق اللي نحن مخططي له نحن الهدف هو تجيع الآخرين تجيع المواطنين على الزراعة تحقيقها للاكتفاء الزاتي الجانب هات كان له دور حلو كتير كتير ودعاية حلوة حتى صار كتيرين عم يقولونا نحن بدنا نشارك بالمعرض القادم بدنا نعملونا معرض على الأكيد يعني عشان تكون مشاركتنا حسنية إذن فيه معارض قادمة أستاذ سميع نحن بالأعوام القادمة قد عم بيكون فيه معارض بإذن الله بس بدأتكون زراعات تخصصية تمام يعني نتفرد بزراعة معينة حتى لنساهم في إنجاح بعض أنواع زراعات المنقرضة عننا الحقيقة ونحن قادرين يعني ننتجك مزروعات إن شاء الله ونحن أملنا في المعارض المقبلة إنه تكون مساحة المشاركة أوسعة بكتير نعم تشمل حتى يعني مو بس بالجهازنا الحزبي يعني تشمل كل أهلنا في المنطقة إن شاء الله إن شاء الله أكيد نوصل نحن لكل طبعا الأهداف وتحقيق الأهداف وأكيد بنشكر جهودكم لك أعطيك الفعال في الأستاذ سميع عدرة حضرتك مدير معارض المنتجات الزراعية في منطقة القرداحة شكرا كتير لك وأيضا الأستاذ خضر سقور حضرتك بشارك بهذه المعارضة وأكيد منعلك وفي أشكان كتير شكرا لك